السلام عليكم. كنا عملنا لكم فيديو قبل كده عن طريقة العمل في الاماراض. وعرفنا يا جماعة ان التقديم على الوظيف هناك عبارة عن طريقتين. اول طريقة ان انت طبعا بتروح بالسيفي بتاعك اللي هو بيكون متزبط بتروح بقى للشركات وتقدم به. بس طبعا عرفنا ان دي طريقة مش عملية قوي في الوقت الحالي. معظم الشركات دلوقتي بتقول لك قدم اونلاين او قدم مع شركات التوظيف. وده معظم الشركات الكبيرة بتعمله. هسيب لك طبعا الفيديو ده اللي بشرح لك ازاي تقدم مع الشركات الكبيرة وايه الفرص اللي قدامك. هتلاقي الفيديو طبعا موجود في سندور وصف مع بقى اللينكات اللي هنتكلم عنها النهاردة ان شاء الله. كنا قلنا لك ان في شركة اسمها انوفيشن. شركة توظيف ممتازة جدا. ممكن انك تقدم معاها. وعرفناكم ان احنا نعمل فيديو مخصوص لطريقة التقديم معاكم. وانها ده ان شاء الله هنعرفك الفيديو ده. وانا اعرفك ازاي بقى تقدم مع شركة التوظيف دي. وهتعمل ايه علشان يقبلوك. وايه المطلوب منك بالزبط. لان في كزا طريقة للتقديم على الوظائف على الموقع ده. هنعرفك كل حاجة بالزبط ان شاء الله. بس طبعا زي ما انت عارف اللايك بتاعك ده دايما بيشجعنا وبينشر الفيديو. فيارية اللايك بتاعك بقى. ولو انت مهتم بكل فيديوهات اللي هبنزلها في القناة عندنا. ياريت فعل الجرس عشان اني يوصلك الاشعار اول ما ننزل الفيديو. انتظروني. في حاجة مهمة جدا يا جماعة لازم تخلي بالكم منها قبل ما تقدم. لو انت عندك كزا خبرة في كزا حاجة ماينفعشت لو هي مسلا مختلفة تحطوهم كلهم في واحد. زي مسلا عندك لو انت كويس في بس انت برضو كويس في مسلا وليكن. ماينفعش تحط الاتنين مع بعض. ليه? لان السيلز او المبيعات دي حاجة والسكرتاري دي حاجة تاني خالص. فانت ماينفعش تحط كله في واحد لان كده اللي انت بتقدم على شغل عنده هيكون متلخبط. فانت الافضل انت تعمل كزا يعني تحط مسلا في مسلا تحط في شغل المبيعات والخبرة بتاعتك وكل المعلومات عن المبيعات والسيفي التاني تحط الخبرة التانية بتاعتك وتقدم ده في مكان وتقدم ده في مكان. فده بتكون افضل وصيلة ان انت تقدم على وظائف مختلفة. يعني ما تعبيش السيفي بتاعك حاجات مختلفة لان اللي قدامك ده هيحس ان انت متشتت شوية كنت هنا وشوية كنت هنا ودي ما لهاش علاقة بدي. فانت عايز تشتغل وخلاص. لا انا عايز واحد متخصص في مجال معين. فدي نصيحة كده حبيت اقولها لك قبل ما نبدأ التقديم مع بعض. وطبعا لو انت عايز تعمل باحترافية احنا عندنا فيديوهين فيديو لطريقة عمل سيرة ذاتية بالطريقة الكندية وطريقة عمل سيرة ذاتية بالطريقة الاوروبية من حاجات معتمدة. لو انت عايز الفيديوهات دي ممكن تكتبل في كومنتات وانا اوفرها لك وابعتها لك ان شاء الله في الكومنت نفسه. خلانا بقى ندخل ونجرب ازاي نقدم على شركة وطبعا زي ما انتم عارفين شركة دي يا جماعة مش اعلان والله بس انا زي ما قلت لكم قبل كده ان الشركة دي في ناس قدمت من خلالها انا اعرفهم وتوظفوا الحمد لله. فانا اجابها لك عشان ان شاء الله يكون لك نصيب وتتوظف من خلالها بازن الله. طبعا يا جماعة يفضل ان السيفي بتاعكم يكون باللغة الانجليزية هو مش يفضل هو ده اكيد يعني تمام? واكيد يا جماعة برضو في حاجة تانية لما تيجي تعمل انترفيو اكيد برضو هيحتاجوك في البلد. يعني مسلا لما يحتاجوك في الانترفيو هيقول لك تعال الامارات. فانت لنزل تكون عامل حسابك ان انت هتروح فيزا سياحة على الاقل. طبعا احنا كنا عملنا لكم اه فيديو عن طريقة السفر الامارات. عن طريق فيزا السياحة وازاي تقدم بنفسك من البيت بالموبايل او اللابتوب. برضو لو انت عايز الفيديو ده ممكن تكتبه في كوميونتات وانا جيبه لك برضو. طبعا هي دي الوجهة بتاعة الموقع. منتهى سهولة هتلاقي على الشمال يعني لو انت عايز تبدأ تقدم هتدخل على هندخل عليها. هيفتح معنا بقى الوجهة دي زي ما انتم شايفين. لو انت عايز تبحس عن وظيفة معينة بتكتب هنا الوظيفة وبتكتب هنا المكان او الدولة اللي انت عايزها وباقي كده تعمل تمام? يبقى ده لو انت عايز تبحس بنفسك على وظيفة او دولة معينة. اوكي لا غد دلوقتي كده تمام? طيب هنزل تحت هنا هنلاقي اول جوبز. اول جوبز هنا يا جماعة يعني كل الوظائف المتاحة في الموقع. زي ما انتم شايفين وظائف كتير. كل وظيفة هتلاقي فيها التفاصيل بتاعتها. مسلا هنا هتلاقي من سبعة لاتناشرة سنة. والراتب حداشر الف تنمية آآ درهم طبعا. وكل وظيفة على حسب بقى الطلبات بتاعتهم. فبيديك الراتب على اساس. يعني مسلا هنا عندك او الخبرة من اتنين لتلات سنين. راتب خمس تلاف درهم. تمام? يعني كل وظيفة على حسب اللي هم عايزينها. وبيديك الراتب على اساسها. وهنا زي ما انت شايف برضو بيقول لك دي عندك صفحات دول ست وظائف من متين واربعين آآ وظيفة. بندوس عليها كده. بيبدأ يجيب لك بقى كل الوظائف اللي موجودة في الموقع. وده موقع يا جماعة او شركة ممتازة جدا. يعني مش الحاجات المضروبة اللي تسمعوا عنها. او بالمناسبة يعني عشان اقول لكم الحاجة. في شركات تيجي تقول لك ادفع لي فلوس. اي حد يقول لك ادفع لي فلوس عشان اوظفك. اعرف ان ده نصاب وش. يعني الحاجات دي معروفة جدا. اي حد بيقول لك ادفع لي فلوس. اعرف ان هو نصاب. لان شركات التوظيف دي ما بتاخدش منك انت فلوس اصدا. دي بتاخد من صاحب العمل فلوس. تمام? فدي نقطة حبيت اوضحها لك برضو. لان الاسب في ناس بيتضحك عليهم هنا. بيقول لهم مسلا ادفعوا لنا فلوس. عشان شغالك في اي شركة مسلا. وفي الاخر طبعا كل صون طيب. وهنا على الشمال هتلاقي بقى الفلتر بقى. لو انت عايز تبحث عن حاجات معينة. بتبدأ تختارها اللغة العربية. اه وظائف مسلا لمدة معينة. من الفلتر انت بتختار الحاجات اللي تناسبك وبعد كده تعمل تمام? طيب. هنيجي نعمل ايه بقى? احنا دلوقتي لو دخلنا على هيقول لك سجل. اوكي? بس خلينا نقول لك على حاجة تانية برضو في الاول برضو كده عشان تبقى تعرفها. هنرجع الصفحة الاونية. احنا دلوقتي دورنا على وظيفة. طيب في عندك حاجة تانية. ممكن انت ما تلاقيش الوظيفة بتاعتك موجودة في الموقع. هتعمل ايه? مش هتعمل حاجة? لأ هتعمل طبعا. انت اريد السي في بتاعك جاهز. اوكي? هتعمل هنا ابلود يور سي في. لما بتعمل ابلود يور سي في بترفع السي في بتاعك على الموقع وبتخليه عندهم. لما بيحصلوا وظيفة معينة اللي انت موجودة في السي في بتاعك بيتصلوا عليك وتواصلوا معاك. تمام? فدي حاجة مهمة جدا لازم تكون عارفها. يعني عندك طريقتين لوجود او للبحث عن وظائف في الموقع ده. يا ايه ما ترفع السي في بتاعك? وتكون كاتب في بقى الطلبات بتاعتك. وزي ما قلت لك دي فايدة بقى ان انت تقسم كزا سي في. يعني بتحط لهم سي في الوظيفة بس اللي انت عايز تشغالها. مش تحط لهم اه مسلا عندي خبرة في كزا. وعندي خبرة في اه مليمين. وعندي خبرة في الشمال. انت كده هتشتتو مش هيكونوا عارفين يجيبوا لك اي وظيفة. فانت حط اعمل اه بروفايل باسم او ايميل معين. واعمل بروفايل تاني سجل بروفايل تاني بايميل تاني وارفع هنا سي في وارفع هنا سي في. اكنك شخصين يعني. تمام? طيب. لو احنا جينا نقدم مسلا على وظيفة. خلا نختار هنا مسلا لو دخلنا عليها. زي ما نشافين دلوقتي هتلاقي التفاصيل. هنا المسمى الوظيفة بقى المطلوب والمسئوليات. على يمين هنا اه مطلوب الخبرة كزا. اه الاجازات اه عدد ساعات الدوام. المرتب. وهنا التفاصيل بتاعة الوظيفة. مطلوب كزا كزا كزا. طيب. لو احنا جينا نعمل تقدم الوظيفة. طبعا احنا ماشيين مع بعض خطوة بخطوة. هيجيقول لك ايه بقى? هيجيقول لك تسجل الدخول. وده حاجة اكيدة بتحصل في اي موقع تلازم تسجل الدخول في الموقع عشان يعتبر ده البروفايل بتاعك. اوكي? يعني ما تقلقوش من اي حاجة. طبعا هنا لو انت عايز بقى تبدأ تدخل عشان تسجل هتعمل هنا يا جماعة. شايفينها? هتدخل عليها عشان تسجل من الاول وجديد. خلا نسجل مع بعض وندخل بنفسنا. طيب بتعبي بياناتك ازاي بقى? بتدخل على الاسم الاول وتكتبه. والاسم الاخير وتكتبه. وبعدين تكتب الايميل. بعدين بتحط رقم التليفون بتاعك. وبيوصل لك طبعا الاوتي بي. اللي هو رمز التحقق. طبعا ده ما تدورش لاي حد. لان زي ما انتم عارفين بيحصل حاجات نصب كتير موضوع الاوتي بي ده دلوقتي. بعد كده بتعمل وتعمل انت كده بتكون سجلت في الموقع. واول ما تجي تدخل على اي وظيفة وتعمل تقديم عليها. بتدخل على طول وتقدم معاهم. الموضوع سهل جدا ما فيش اي حاجة صعبة خلص يا جماعة. لو انت عندك مرضو اي سبصار ممكن تكتبولي في الكومنتات. وانا هرد عليك عطول ان شاء الله. وطبعا هسيب لك الموقع مع وجهومة في صندوق راسم. بس دي كده كل حاجة على فرصة بتاع النهاردة. يا رب ان شاء الله نصر لفلسطين. وان شاء الله لو عندك اي سبصار اكتبولي في الكومنتات. ياريت بقى اللايك بتاعك اللي بيشجعنا وبينشر الفيديو. وكمان لو انت مهتم بكل الفيديوهات اللي حابين نزلها في القناة. طبعا لو فعلت الجرس هيوصل لك الاشعارات او البولي. السلام عليكم.